اهلا بكم من جديد في لازم نفهم وبنواصل منائشة قضية البلتجة في المستشفيات البلتجة على المرضى وعلى أطباء والممرضين والممرضات والفنيين وكل حاجة اسمحوا لي أن نرحب بالضيفين العزيزين الدكتور محمد منير أستاذ جراحة الأورام بمستشفى المطريات التعليمية وأمين عام مساعد نقابة الأطباء أطباء القهاء وأرحب بالدكتور أحمد عوض نائب جراحة الأعزام بمستشفى المطريات التعليمية أهلا دكتور أهلا دكتور اهلا اتنين من الأطباء المحترمين في مصر بيمرسوا واجبهم وبيشوفوا على الأرض الواقع اللي بيحصل واسمحوا لي أن أنا أبدأ بالدكتور محمد منير وقولك أنه حضرتك كنت شاهد في إحدى الحوادث الصعبة جدا فاللي حصل فيها سحل ودبح للمريض في مستشفى المطريين مشاهداتك إيه وتقييمك إيه لللي حصل واللي بيحصل ولو سوحت الأستاذ مجدي يعني إيه لو بدأنا نقول أن القضية هي انفلات أمني داخل المستشفيات أو داخل القطاع الصحي فمن فضلك أنا عايز أصحح كلمة واحدة أنا مش عايز أقول أن ده انفلات أمني كلنا شايفينه في الشارع وله أسبابه ربما ضيوف في الجزء السابق من الحلقة إدونا يعني background عن هذا الأمر إنما اللي أنا عايز أأكده أن المستشفيات totally different عما يحدث في الشارع من انفلات أمني اللي في انفلات اللي جواه المستشفيات ما هو إلا انفلات سلوكي سلوكي في أشياء المريض يريده حقه بعد 25 ناير هو شايف أنه له حق ومش طيله وبيحاول ياخده في أماكن أخرى ومش واخده وحقه داخل المستشفى زي ما يمكن الأستاذ الدكتورة مولا في الجزء السابق أشارت إلى أنه فاهمون طريقك أنك تاخد حقك بداعك لحسب سلوكه هو بيتصرف إنما الأمر الحقيقي أنا لم أقابله في حياتي أكثر من 35 سنة أنا عمري ما شفت مريض داخل يعتدي على دكتور بس أكمل لحظتك أنه برضو عمري ما شفت مريض ماشي ربما في القطاع اللي أنا اشتغلت فيه ربما في أسلوب التعامل أنا وزملائي أو أساتذي اللي علموني أنه أنا ما شفتش مريض ما تعالجش عشان ما عندوش فلوس ما شفتش فلوس وقفت علاج مريض النهاردة بتحصل في 35 سنة بتمارس في 35 سنة كان الطبيب بيروح ياخد العلاج بغض نظر معه فلوس أو معهش فلوس لازم ياخد دلوقتي بيحصل دلوقتي لأ دلوقتي بقى ماشي وربما الأمور دي بدأت ممكن مع قرارات العلاج مع أشياء كتيرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذب فالمريض يريدو حقها يعني مريض يروح المستشفى أو أكتر مستشفى وما ياخدش علاج عشان ما معهش فلوس بقيت الفلوس حاجز لماذا؟ ربما خد تكون الموازنة العامة للدولة المنظومة الصحية لا كان زمان العلاج بسيط مكانش عندنا المنظومة الصحية اللي هي الغالي أشواء دلوقتي لا بقيت حاجات ما فيش عين بيخش من غير ستي ما فيش عين بيخش من غير ما تعمل رانين عشان ما شئ كتيرة مطلوبة لو البداية في المنظومة الصحية وإحنا لغاية النهاردة نسعى سواء في النقابة أو سواء حتى في فترات يعني عملنا اللي احنا نوصل هذه الميشن للقائمين على الأمر في الصحة ولكن للأسف هم فوادي وما يحدث على الأرض فوادي تلك وطبعا معذورين لأن الموازنة العامة للصحة ضعيفة يعني حداك شايف أن الموازنة العامة لقطاع الصحة في مصر تأكيد لو تصلحت طبقا لاحتياجات المرضى مش هنشوف الظاهرة دي مش هتشوفها خالص خالص المريض هيدخل ليها خطحة المريض المريض حيبوس الدكتور وأسف يبوس يعني أي حاجة تتخيلها لأن الدكتور بيقدم لها خدمة ما فيش دكتور لو دخلنا في المنظومة الأمنية فيه يمكن اللي هو البديني لما كان بيتكلم وأعتقد ناس متخصصين أكتر مني يقدر يوصلوا لحضرتك أن الأمن ممكن أمن من المواجهة وأمن من الخلف الأمن من المواجهة ده لا يقدم إلا للرؤساء اللي قرب من مسافة كذا مش مسموح ممكن يتضرب بالنار الدكتور عاوز أنهن والأمن من الخلف إن أنا غطي ظهري بس لا يمكن زي ما سمعت من أحد المداخلين مع حضرتك إن أنا مش معقول حوضت على كل دكتور اتنين أمن مستحيل إنما لو وديت المريض حقه المريض هو اللي هيحمل مش حتاك بقى عسكاري أو بقى مش حتاك حد طب فأوجالك كده أحكين إيه اللي حصل في مستشفى المطارية هي القصص متكررة يمكن الدكتور أحمد دي قدر يدي تفاصيل أكتر إنما القصة الشهيرة اللي ممكن ظهرت عن نت اللي اندبحت لها بني آدم طبعا دي أولدت في التحقيق اللي حضرتك عرضته المشكلة الناس عاوزة ما تظن أنه حقا لها واحد خناء عادية بتحصل في حي المطارية وده حي معروف إن فيه نوعية معينة من الاشتباكات هناك اتنين مصابين واحد دخل حالته أخطر من الآخر وتوفى داخل المستشفى والتاني أقل منه خطورة إنه برضو مصابه وإصابته جسيمة واليوم ده كان نازل من عمليات حوالي الساعة أربعة كانت المستشفى شبه يعني من الكهرباء أربعة العصر أه حوالي كده الأمن تقريبا شبه من عدم رغم وجود عناصر من الأمن موجودة إنما لأسباب ما عندهمش قدرة على التعامل عندهم رؤية مختلفة حتى كان فيه شرطة عسكرية كان الأمن كان التعليماتهم حفظوا على أسلحكم منتم لأنه كان داخل المستشفى ما يخرب من أربعين أو خمسين واحد المسلحين بالأسلحة كانت لسه السلاح مطلعش التقيل مش مسلحين بسنج دول دخل أخذ المصاب دول طلبهم أنا نزلت لقيت الموضوع ده فيه إيه حاولت الناس تبعادني يعني يا دكتور محمد عشان ما تقزيش نفسك بس دافعين أنت ده مكاني والمكان ده فندخلت في وسط الناس عاوزين يا رجال كان طلبهم حكتين الأولى يستلموا جسة اللي مت والتانية ياخدوا طرهم من القاتل جوه المستشفى جوه المستشفى وبدأت حوار الناس طبعا هيجة جدا سيرة جدا طبعا وضع إيه كان ممكن أخذ لي لو الأمن منفلت فعلا أو الناس أصدى إيه زائد دكترة كنت أنا أولوا حاجة ضربت لأن أنا لعت في وسطهم هما ما أعزوش الدكترة لا ما أعزونيش بالعكس بقى الأمر كان بالعكس طب حاولي إقناعهم أن المصادة اللي هو القاتل ياخد بمجهود شخصي بمجهود شخصي كان كلامي على حاكتين عاوزين تستلموا الجسة لازم حتستلموها طبعا بس في أمر في جريمة والجريمة دي النيابة اللي حتديني قرار ديني قرار وفعلا روحت كنقيب طبعا ما أذكرش أسماء قلت له من فضلك أنا عاوز في خلال ربع ساعة تجيب لي قرار الجسة دي تسلم ولا تحت تصرف النيابة لأنه دا حق الأهله طبعا اللص الآخر هم عاوزين القاتل القاتل كان أنا معرفش هو كان فيه كان المستشفى حاولت تخبيه منعا أن حد يتعرض له يعني طبعا وكانهم خبيه في مكان أنا شخصيا ما كنتش عارف أنا كنت نازم من عمليات في دور تاني ما عندش فكرة خالص عن قسم فدخلت معهم في حوار إن أنا لو دا عدوي وبيقذفني بالطائرات وسقط عندي لازم يعالجوا لازم يعالجوا اه صح وإني مش من المجدعة ولا الشهامة المصرية المعروفة إن أنا أخد بطار واحد مصاب اه اختنعوا 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 وكانوا قصادي زي الوحوش أنا آسف يعني كانوا زي القطط بس اللي جواهم جواهم طبعا والاستقبال أفل من الأزمة اللي حصلت بدأت أحاول أفهمهم إن انتوا اللي بتعملوه دا هيترطع بالي أشياء ستضر آخرين برضو اختنعهم رغم العنف اللي ظاهر في أشغهم كان فعلا ممكن كان كنتوا كل ما أطلبوا ومستنيه إن الأمر دا يستكمل يديني قرار في الجسة اللي جوا بالتليفون حط عشان إن المستشفى هتأخذ إجراء في هذا الأمر وإحمي ظهر المستشفى كفاكد أنا قدامي حوالي أربعين خمسين واحد مسلحين بس أنا قادر على التعاونة معيش لا أحمل سلحة ومعنديش إلا حوار فقط والحوار الناس ديها عقل وقابلها إنها تفهم هي مستصارة بس والأمر يعني في حساسية وقاربهم متوفى وده القاتل ويمكن في حاجات متعلقة بخلفيات أخرى في المنطقة بس أعتله في الآخر في وسط هذا الكلام أسوز مجدي فجأت إن باب المستشفى كما لو كان فتح ودخل تلاتين أربعين واحد جودات جودات بقى جودات خلص ما سمعوش الحوار ما سمعوش الحوار دا أنا عدت في الحوار دا مثلا ما يخرب من نص ساعة تقنع في الاربعين خمسين واحد دخل تلاتين جودات دخل تلاتين جودات خلص دخلوا تلاتين عارفين حد بلغهم بقى المريض دا اللي انتو دار عليه في المكان الفلاني دخلهم دبعا وحوش كاسرة زي المنظر لحدك شفته بقى أطعوه وفحلوه وقابوه طب دكتور يعني عمر بياد الله ولوصة لعمر الوقت دوت الجداد ودي حقيقة أقولها واتمنى أن الزملاء والقائمين على الأمر شهادة حق لو الناس دي بتأذي الدكترة كنت أنا أول واحد اتضربت لأن أنا كنت في وسطهم وقفوا تحاوروا معاك ويتكلموا طول نص ساعة ماشي حوار معاهم وكان الاستجابة تصل إلى درجة يمكن 70-80% من الإقناع أنه ما عندهم استعداد يفهموا أنه ده أمر ده حيتحل بس أنا كنا قصني حلولي مشكلة الجزء طب خلال الوقت ده دكتور موسيطس قوة أمنية كبيرة تأمن المستشفى حضرتك شفتهم في الفيديو اللي شفتهم في الفيديو هو ده اللي حصل ناس قاعدة في ركل ربما الأمر صعب عليهم ربما فيه أشياء أخرى معرفش طب دكتور أحمد حضرتك يعني في المستشفى المطارية وحصل أحداث اعتداءات ونفسك عنيت من ده أنا شخصيا تعرضت لحادثين يعني أنا بقى لي أنا في المستشفى من شهر 12 اللي فات تعريبا أنا تعرضت الموقفين حتى الآن نصري عن 6 أشهر تعريبا أه 6 أشهر تعريبا تعرضت الاعتداءين في 6 أشهر أه ده أنا شخصيا شخصيا غير الزملاء أه طبعا إيه طبيعة الاعتداءين بقى حصلوا إزاي الاعتداء الأولاني أنا كنت متواجد ساعتها في قط الجراحة كان فيها عين عنده جرح في رجله فالمفروض إن أنا بخيط له الجرح ده مم فلأنا أنا خدت غرزة والتانية كده وبعدين لقيت الجرح كبير مم فقلت له على فكرة إحنا هعطيك أمبول الخيت كمان طبعا أمبول الخيت مفروض بفلوس يعني فقلت الممرضة تبلغ الأهل العيان على البال ما يجيبه وصل ويجي الأمبول التانية كورونا خلصت لإيه الجزء ده اه إيه اللي حصل إن أهل العيان طبعا ما عجبهمش لكن إنت يعني دفعين 15 جنيه وبفغرزتين يعني إيه أما فكرنا أه شوفونا دكتور عيد الباب بدل بتاع اللي أنتوا جابينه دوت وبدأوا إيه بدأ التطاول يعني آآ ألعت الجوانتي قلت لهم خلاص يا جماعة يعني إيه هنوفر لكم دكتور تاني أنا منسحب بقى أشوف الدكتور أي زميل تاني يكمل فأخرجوا لأ ما تسيبه لناش كده يعني يعني قلت لهم خلاص يا جماعة أنا أخرص أنا أجاز فيه دكتور تاني هيجي حالا يكمل إيه حالا ودخلت قضة قضة كشف العظام بقى بتاعنا سيبت قضت الجراح ودخل فدخل ورايا ثلاثة إحنا مش هنعمل إحنا بس هنعلمه حاجة هنعلمه حاجة هنعلمه حاجة قلت له لا فأنا مش عايز أتعلم حضرك حاجة في مدير الاستقبال حضرك روح إيه تفاهم معايا عايز تشتكني رسمي فيه أي حاجة مع مدير الاستقبال ما تكلمش معايا قال لي إنت مش عارف اللفظ ينفع يعني سباب سباب إنت حت تتعيل مش عارفة إيه كده ولا تسوأ يعني ومش عارف قلت له بفضل يطلع بره قال لي هي عزبة أمك إحنا عادين هنا لا خلينا نقول خلينا نقول إن فيه سباب سباب آه تمام وضربني في كتفي وزقيني في الحيطة وبتاعه احنا قلت له خلاص بانو أنا هخرج خرجت طبعا تحت في الأمن اللي برا يعني إنتوا قاعدين تعملوا يتفضلوا خش وهاتوا آه فخرجوا جابوا طب إنت عايزي قلت له أنا أحات لي أمن الدخلية عامل لي محضر دلوقت فين أمن الدخلية طب حاضر هنبعت نجيبه مش عارفة خرجت أنا جبت أمن الأمين الشرطة اللي برا لو سمحت فيه واحد اعتاد علي دخل جي إيه اللي حصل مش عارفة إيه هو دا قلت له آيفان هو دا طيب ماشي معك بطاقة قال له لا معيش بطاقة قال له طيب اتفضل معي بس بعد دقيقتين رحت النقطة فين الراجل قال لي انت رحت فين يا دكتور احنا عادنا ندهر عليك انت رحت فين احنا كده انت كده ضيعت حقك احنا بقى أنا ساعة بندهر عليك طول ساعة انا بقى دقيقتين دخلت غسلت وجه وجه طيب دورة صندوق الاسود اما الموجود ايه مسو أحنا خلاص ماشي هنا الراجل بقى احنا ما لقناكش بترماشي من الشكر اه الواقع التانية الواقع التانية اللي هي حصلت بقى اللي تقفل بعدها الاستقبال داوت دي كانت فتحت علي مطوئ 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 اه اه كان برضو العيان اه كان حصل اصلا قابليها بكذا ساعة حصل اعتداء كان المفروض يعني المواقف يستدعى قفل الاستقبال كانت خناقة موجود كذا كذا حالة مضروبين خرطوش طلق خرطوش داخل مع الحالة حوالي خمسين واحد مسلحين اشتبكوا مع بعض جوه الاستقبال كانت في حوالي خمس خناقات جوه الاستقبال جوه الاستقبال بيكملوا الخناقة جوه الاستقبال خناقة قدام قط الاشاعة وخناقة قدام الرعاية وخناقة جوه قطة الغرز وخناقة جوه قطة الكشف وخناقة برا في ساحة الانتظار. وعايزين بقى دكاترة يجوا ايه? يكشفوا على الحالات ويبشروا الحالات في هذا الوضع. يعني تسايبين الناس يعني حاجة يعني وضع يعني بيظهر بقى حاجة حاجة يعني. اه طبعا الدكاترة دخلوا جوا بدأوا يكسروا الاستقبار واعتادوا على الممرضات و اه يعني جواهم دكاترة بعد كده يعني حتى يعني حاولوا ان هم يعملوا بس مش حارفين يوصلوا يعني فاشتبكوا معهم وكمان. كان المفروض لسي بالي تقفل في هذا التوقيت يعني بس اه كلمنا احنا النايب الاداري قال لا استمروا في العمل خلاص احنا الشرطة الشرطة جات. جات الشرطة فعلا يعني اه ووصل اه حد ردبة يعني سالي كان رئيس المباحث او كده ونزل وضرب نار في الهوى. اه عشان يفرق. اه عشان يفرق الناس ديت وحتى ويشتبك معهم بالكعب البندقية وضرب ناس فيهم وكده وكده. الوضع يستقر. واعد مشي طبعا الدنيا ايه. اه فكت تاني وبدأت. تاني. اه. اه. الحالات دي تحولت طبعا يعني المستشفى تانية والوضع يهدي شوية. طبعا احنا احنا ممكن الوضع ده يتكرر تاني. مدير السي بال قال لا اخلاص احنا احنا ايه. احنا هنبشر العمل تاني وما فيش حاجة والدنيا متأمن. اه بعد فترة كان ساعة كده دخلينينا عيان في قوضة ايه. طبعا كان فيه دكاترة واقع عليهم اتداء في الجراحة فهم قال احنا مش مش هنشتغل في الوضع ده. اه. واعد. قال لا ده ده تصرف منفرد من دكاترة الجراحة في النبطشيدي واحنا هنتصرف هنوفر دكاترة الجراحة دلوقتي وهنشغل استقبال الجراحة. استمروا في العمل. استمرونا في العمل فجأنا ان ما فيش. وقال انا بنفسي هقف ايه. في استقبال الجراحة الحالات البسيطة هاشتغلها لو جاد حالة بوليتروما او حالة يعني حادثة او حاجة كبيرة. هحاولا على مستشفى تانية. اهم لحاجة ما نقفلش natives. طب ده حد محترم. تمام من وجهة نظر. اه. فأهم الحاجة ما نقفلش다는 استقبال عشان يعني ايه نبقى ما نقدي رسالتنا. اه ده خلنا احيان اه هو محتاج جراحة تجميل. اه روح روح لو جراحة تجميل خرج ما فيش حد بره. طب روح لي Fiكتب التذاكر هو بيتصل بالدكتور وهيجيب لك الدكتور بتاعك. طب انتو ده كاترة هو ما تعملوا لأي حاجة. عاملوا إشاعة. مش انتو بتقول عظم عاملوا إشاعة. طب يا فنم طيب روح للدكتور. يعني مشكلة إشاعة دلوقتي. يعني انت محتاج دكتورة تجميلية. من هنا الهنا قلنا له يا فنم معلش هنا. يعني كانت فيه خناقة دلوقتي. فهو حصل ضربه نار. فالوضع. قال لا انتو بتضربوش بالنار. انتو تضربو بدي. وراح مطلع مطوع. وبدأ يعتد علينا هو وزميله اللي كانوا مع يا. انا كنت موجود في القوضة انا وكزا واحد يعني كنا اربعة في القوضة. يعني يمكن ده اللي ايه. ده اللي خلى. ان هو ما 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 حدش اتعور يعني. نحن بدأنا نحمل بعضه زينا المكتب عليه. اه بس لغاية ما واحد يعني واحد ربناها ده كده وقال يلا يا اخواننا بقى احنا مش كل يومها ما قلت لنا واحد يعني وخدوا بعض وزهقوا وخرجوا يعني. ما كانت لهم نفسي موقت واحدة. اه فقال خلاص كفاءة كده اه خرجوا انا خرجت وراه. اه 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 روحت للا خرجت وراهم للنايب الاداري. هو نايب الاداري كان مفروض اه 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 هو اساسا انت خصوص وجراحة تجميل. اه اه اه. فهو اخد العيان وفقلا ووه اه 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 اللي فاتح الموطة دوت وتعامل يعني باشر الحالة بتاعته وانا روحت انا جبت الزبط كان الزبط متوجه ناحية البوكس كان موجود في المستشفى الزبط سعيتها كانوا اخد البوكس وخارج اه. فرحت وقفته قلت له في واحد فتح عليها مطوى خش بعد اذن لحضراتك هاتو. دخل خراب لحضراتك زائعة لانا فتشت الوقت ملقيتش مع احد. مفيش اي جراء اقدر ابتاخد. ومشي. ومشي. طيب. اه اسمحونا نطلع الفاصل. وهنرجع تاني نكمل. اه بفكر حضراتكو بسؤالنا على الفيسبوك. هل تعتقد انه اه ظاهرة ال 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 بلتجة في المستشفيات سوف تستمر ام لا. بعد الفاصل. موسيقى